الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جاء ثلاثة رهتٍ إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالت فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا قالت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشأن هؤلاء الرهد فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما وإني أتقاكم لله تبارك وتعالى وأعلمكم به أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رقب عن سنتي فليس مني دل ثلاثة فارغوانا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أي الخاصة لأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وكذلك في الجهاد وفي السفر فهم يعلموا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام برّة في المسجد وفي السفر وكذا لكنهم يريدون أن يتعلموا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة في بيته وده أمر طيب يا أخوانا هذا أمر طيب كون الإنسان يبحث عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليغتدي به هذا أمر مطلوب في الشريعة لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فأول فائدة تتعلم من الحديثة إن الأمر طيب تمش تبحث تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله عز وجل كيف لماذا حتى تعبد الله عز وجل كما كان يعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ولا نقصان وإنت ما تقدر أصلا تزيد ذاته في ذول يا أخوانا يقدر يزيد على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الآن في الأمة كلها في إنسان يقدر يعبد الله أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه مستحيل ما بتلقى لكن تمش تبحث حتى تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور العبادة شوفوا كان بيعبد الله كيف حتى تعبد الله تبارك وتعالى كما كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله طيب الثلاثة ديل رضي الله عنهم صحابة جل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا دامري طيب يسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته من غيرهن لأنه دائما يا أخوانا المرأة أعلم بحال الرجل وين؟ في البيت هي أعلم بحال الرجل زوجتك بتعرفك انت في البيت بتعمل شنو صاحبك قد ما يعرف انت بيسوه في البيت شنو بالليل بيصلي كيف تقرأ القرآن كيف صاحبك كن ما بيعرف المعلومات دي لأنه معك برة لكن أكتر حاجة دي بيعرفوها منه الأزواج لأنهم ديل ملازمات ليك في البيت بيعرفوك بتتعبت كيف وده من فقههم يا أخوانا من فقه هؤلاء الصحابة الذين جاءوا يسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما قصروا جزاهم الله خير والرؤم قالوا لهم والله النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم بالليل ويرقد ينوم يعني صلي جزء من الليل ويرقد ينوم زي ما الله أمر في القرآن ربنا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن ترتيلا فربنا ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم قوم الليل كله لا إنما قال قم جزء من الليل ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فما قال له قوم الليل كله إنما ربنا أمروا إنه يقوم جزء من الليل وكمان يرقد ينوم الجزء الثاني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج إنه ينوم عليه الصلاة والسلام وقال لهم والنبي عليه الصلاة والسلام بيصوم وبيفتر يعني بيصوم أيام معينة وبيفتر ما بيصوم طوال الدهر كل الدهر لا لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفتر يوما يعني أنت لو خلاص دارتصل درجة عالية جدا في عبادة الصيام تصوم زي منه زي داود عليه السلام يكون برنامجة كذا يوم فاطر ويوم شنو ويوم صاهم هذا لو ربنا وفغك دي أفضل حاجة يوم فاطر ويوم صاهم دي أفضل حاجة بالنسبة لعبادة الصيام ويتزوج النساء بدليل أنهم يسألوا منه زوجاته ذاته زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الراوي قال وهي السيدة عائشة وفي رواية عن أنس كأنهم تقالوها تقالوها يعني شنو يعني شافوا العبادة دي تحت الرسول صلى الله عليه وسلم بسيطة بالنسبة لهم وفي رواية وفي رواية أنهم قالوا ومن منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قالوا نحن منزي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخوانا هل أم أرادوا الشر بهذا الكلام أم أرادوا الخير أرادوا الخير والله أرادوا كل الخير لكن أعلم من هنا قاعدة أن الخير لا ينال إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هنا تمرق بلغاء دي قاعدة خدت عندك كذا سبت في راسك الخير لا ينال وإن أراد صاحبه الخير فإنه لا ينال هذا الخير إلا باتباع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام شاكد ابن مسعود في مسجد الكوفة لما نجد داخل وأبو موسى لا شعري ما شاكلمه ابن مسعود كان الزمن داك يعني أمير وجاء أبو موسى قال له أنا لقيت ناس في الجامع قاعدين حلق حلق حلقات حلقات جوا في الجامع متع الكوفة قال له على كل راس حلقة رجل قال وفي أيديهم حصها يعني زي السبحة الآن زي السبحة في يدنا مشاهلين شنو؟ حص حص قال في كل راس حلقة في رجل واقف يقول لهم سبحوا مئة يعني يقول لهم قلوا سبحان الله مئة مرة يقوم يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله مئة مرة أول ما ينتهوا يقول لهم هللوا مئة يقولوا لا إله إلا الله مئة مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مئة مرة ينتهوا يقول لهم كبروا مئة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أخواننا الشيء ده أنت في نظرك عمل ده كعب في نظرك كده كعب النازل لا يشربوا خمرة لا قاعدين يزنوا لا قاعدين يغتابوا في زول لا قاعدين يتكلموا في النميمة قاعدين النازل بيذكروا منه بيذكروا الله تبارك وتعالى أنت في نظرك للموضوع ده قد تشوف أنه ما في أي إشكال لكن شوف نظر الصحابة لهذا الأمر شوف نظر الصحابة ابن مسعود لما انجخ الشعاليهم في رواية ركل الحصى برجله لما في الحلقات دي ما خلناها سحاصة في يدهم بيقى يشوتهم يكراه طوالي يشوت كده لأنه هو أمير أمير ومن حقه إنه يغير المنكر بيده يغير بيده طوالي قالوا يا أبا عبد الرحمن شوف انتبه للكلام الجاي هذا والرواية دي في سنن الدارمي رواية صحيحة قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير والله ما قاعدين هنا نختاب في زول وليها قاعد نذكر الله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير قال لهم ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغ قال لهم والله إما أنكم على ملة هي أهدا من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا بابا ضلالة والله قال لهم أنتوا واحد من الاثنين لاحظ معاه النازل بيذكروا في الله قال لهم والله أنتوا واحد من اثنين يا إما أنتوا عندكم دين أحسن من دين منه من دين النبي عليه الصلاة والسلام يا إما إنكم دارتوا وفتحوا لكم باب بتاع بدع وباب بتاع ضلالة واحد من الاثنين ديل ويأتوا فيهم الصواب الثاني دارين يفتحوا شنو باب بتاع ضلالة لأنه الأول مستحيل مستحيل يكونه على دين أفضل من دين منه النبي عليه الصلاة والسلام طيب يا أخوان ابن مسعود صرف تصره زي دله مع إنه ديل بيذكروا في الله لأنه يا أخواننا جلسة دي في الجامع ولمة للحسحاس والزول الواقف وكله حلقة ويديهم تعليمات الشغل ده كله مخالف لسنة من؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا لو ما كان مخالف ابن مسعود كان حيقعد معهم ويذكر الله ما كان شلة الحسحاس بيكون راهم واش كده؟ فأعرفوا يا أخواننا إنه الخير النازل قالوا دارين خير ابن مسعود قال لهم كم مريد للخير لم يبلغ الخير ما بتبلغه إلا باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إنت عارف الراوي قال فرأينا أولئك النفر الناس اللي كانوا في الجامع قال يقاتلوننا بالسيوف يوم النهروان النهروان كانت معركة بين الصحابة وبين الخوارج معظم الجماعة اللي كانوا بتعين سبح في الجامع ديك بيقى يقاتلوا الصحابة بالسيوف يوم النهروان مع الخوارج شفت ابن مسعود كلام وطلع صح أو أنكم مفتتحوا باب شنو باب ضلالة طلعوا ناس ضلال وطلعوا معظم من الخوارج بيقى يقاتلوا في الصحابة فعرفوا يا إخوان إن العبادة إلا تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم النازل جوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن العبادة لكن شافوا الشغلة دي بسيطة وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم الله غفر ليه ما تقدم من ذنبي وما تأخر لكن نحن وين والنبي صلى الله عليه وسلم وين زي ما الآن في ناس كتار بيقولوا كده مش كده أخوانا قل لك وين نحن وين الرسول عليه الصلاة والسلام. كأنه شايف انه بعيد جدا. لا. انت بس خليك فيه دربه. فيه دربه النبي سأل. بس السواء انت سوي. انت دائر الجنة ولا دائر شغل تاني يا اخوان. انحنا دائري شنو يعني. بنعبو ظله ليه? دائري شنو? مش دائرين الجنة? الرسول سعادة لم يختصر ليك الموضوع ده كله في كلمتين في حديث واحد. قال لك من اطاعني دخل الجنة. ومن عصاني. فقد ابا انت مش دائر الجنة. بس تطيع النبي سأسأله السواوي التسوي. ما الرسول خشي الجنة ولا ما خشيه. خشي النبي سأسأله. خلاص. انت خليك فيه دربه عشان تخش. الصهابه كانوا فيه دربه خشوا ولا ما خشوا. خشوا. طيب انا امسك في النجيطة ولا اقعد باري شغل المجاه جاه. يا تفيدين. امسك في النجيطة. مش كده اخواننا? فدرب درب هؤلاء الناس هو الدرب الذي يؤدي بك الى الجنة باذن الله تعالى. كانهم تقالوها. ايوها. بناء على الكلام ده اتخذوا غرارات. المجموعة رهد. هم مجموعة من الناس. اتخذوا غرارات. واعد فيهم قال انا بصوم وما بفتر اصلا. طالما الرسول بيصوم وبيفتر. انا ما بصوم. ما بفتر اصلا لانه انا ما زي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هكون طوالي صعيم. ما بفتر اصلا. التالي قال انا بقوم الليل كله. وما بنوم اصلا. التالي قال انا ما بتزوج النساء اصلا. الشغل دي بيقدروا على اخواننا? بيقدروا على الشغلة دي. ما بيقدروا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولن يشاد الدين احد او ولن يشاد الدين احد الا غلبه. شوف الدين ده? انت لو دار تشدد فيه وتعملك شغلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله. ودار تتعبد بطريقتك الخاصة بتتغلب في النهاية. بتفتر. الليلة في واحد مسمين الصايم ديمة. بيجاي. من الصوفية هنا في المينة البري. في ولا ما في? ده قالوا صايم ديمة. كلام ده جد ولا كزب? كزب والله. صايم طوال يعني? الصباب يفطر? مهاي? طوال صايم ديمة? لو بيقى جد. لو بيقى جد. فعله ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو بيقى بجد صايم ديمة فعله مخالف ليشنو? لسنة النبي صلى الله عليه وسلم? لأنه الرسول ما كان صايم ديمة عليه الصلاة والسلام. فالشغل ده ما بيقدروا عليه أخوان. وإن كانوا هم دائرين بيو الخير. لكن ما بيقدروا عليه. عشان كده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اليسر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدينة يسر. الدينة ساهلة أخوان. ما صعب. إلا تصعب وابتع على رقبتك. لكن هو ساهل الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء راجع البيض. أزواجوا. كلموا بالحاصل. في مجموعة من الناس جوهنة. من الصحابة. من صحابتك. واتخذوا غرارات كده كده وطلعوا فاته. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم طوالي. مباشرة. مش طلعا من بر. لأنه ده موضوع خطير جدا. ما هم الآن مجموعة مش كده. لو الشغل دي خلوها كده. المجموعة دي ما بتقبر. مش كده. أي واحد حيمش يكلم الناس. ما قال أنا بصوم طوالي. انت قال حيكتفي بيروح بينفسه بس. ما بيكتفي بينفسه. حيمش يجيب تاني ناس معاو شاني بكو طوالي صاهمين. وداك هيجيب ناس معاو والشغلة حتكبر. الشغلة حتكبر. تاني ما بتتلمه بس ساهل. زي ما نحن الآن ما قادرين نلم لي ما بس ساهل. لأنه شغلة كبرت. من طريقة بيكت مية طريقة. من حزب بيكت الف حزب. من جماعة بيكت آلاف الجماعات. تاني صاحب تلم لي ما شغل دي. إلا تاني بعده. بس تقع تاني. تلقب ما شاء الله تعالى ان يفتع عليه بالهدى من الناس. لكن عشان نهدي الناس لكلهم. الله اعلم بهذا الامر. الله اعلم. صعب جدا. عنه شغلة توسعت خلاص. من البداية لو كانت كربت. كان الموضوع سيكون ساهل جدا. لكن الشغلة خلاص فتحت. نصال الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام. طوالي. كويس. طلع المنبر. وقال ما بالو اقوام يقولون كذا وكذا. وما جاب ساميهم يا خوان. ليه ما جاب ساميهم. قال ما بالو اقوام. ما قال فلان فلان فلان. مع انوا بيعرفون. ما جاب ساميهم. لان هذا الامر لم يتعدى الى غيرهم. ما مشهدوا عليه الناس. وما مشهدوا للناس تعالوا وابقوا صاهم ديما. وتعالوا ما ما تفصر اصلا. وتعالوا ما تتزوجوا النساء. لا لا لا. الموضوع ده كان بين وبين الله تبارك وتعالى. فاذا كان المنكر بين الانسان وبين ربه وما دع عليه الناس. والمنكر ده ما يتعدى لغيره. هنا العلماء بيقولوا ينكر المنكر ولا يذكر صاحب المنكر يا خوان. استنادا على الحديث ده. ما بتجيه باسمه. لكن اذا بيقى داعية. وبيقى يكتب في الكتب. وبيقى يجيبو في الازاعات. ويجيبو في التلفزيون. ويكتب في الجرائد. هنا وجب انكار المنكر مع ذكر صاحب. المنكر بي اسمه عديل. بي اسمه. ولو كان عنده لغب تجيب لغبه عديل. زي عبدالرحيم البورعي. زي عبدالباقي المكاشفي. زي الاصائم ديمة. ما تيقول لها لغاب في النهاية. لو اشتهر بي لغب تجيب لغبه طوالي. لانه الشر بتاعه. بيقى منتشر عند المسلمين. لو كان براه كده ما بنجيب اسمه. لكن طالما انتشر بين المسلمين. هنا يجب ان يذكروا باسمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلعا من بر. وقال ما باله اقوام يقولون كذا وكذا. اما واني اتقاكم لله. واعلمكم به. قال اما انا فاصوم. وافطر. تمسك في ديها النجيضة. تحت الرسول صلى الله سلم. بيصوم ويفطر. يقوم الليل ارقد ينوم جزء. ويتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي. فليس مني. يعني ديها سنتي. الما دائر سنتي. ما مني. ما من النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. دي فوائد بسيطة جدا يا اخوانا. حول هذا الحديث. وإلا الفوائد عظيمة. وكثيرة جدا. لكن ما ذكر يكفي. لمن كان له قلب. او الق السمع وهو شهيد. جزاكم الله خير. وبارك الله فيكم. والحلقة مستمرة باذن الله تعالى وحوله وقوته. يوم السبت ويوم الثلاث. سلام عليكم.